كانت الأمة الإسلامية تعمل بالقرآن وكان دستورها القرآن وكانت اللوائح والقوانين التي توضح هذا الدستور هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء هؤلاء الكفار فنقلونا من العمل بالقرآن ووضعونا في طريق العمل بالدستور لنبتعد عن الله وقد ابتعدت الأمة عن الله تبارك وتعالى وأصبحنا بعيدين عن الله كثيرا ما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيعاقبون بأن يدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم وسيعاقبون بأن يتولى أمورهم شرارهم وأنتم إذا نظرتم إلى حالة المسلمين اليوم تجدون طبق مؤمنة صالحة مستضعفة تمثل العلماء والدعاة ورؤساء القضاء والإفتاء والهيئات في العالم الإسلامي طبقة مؤمنة تعرف الحق ولكنها خرصة لا تستطيع أن تقوله لا تستطيع أن تتكلم بالحق هذه الطبقة تمثل مجموعة رجال الدين كلهم في مشارق الأرض ومغاربها والطبقة الثانية هي الطبقة المتسلطة وهي مجموعة أشرار لا يعرفون حراما ولا حلالا ولا منكرا ولا معروفا يعيثون في الأرض فسادا يضلون الناس عن سبيل الله بل يصدون الناس عن سبيل الله ويبغون سبيل الله عوجا بوضعهم الكثير من العراقيل في سبيل فهم الناس للدين وفهم الناس لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أصبح المسلمون في مجموعهم يعملون ضد الإسلام